فيلم فوت أوف لفيصل حموم وشضايا الأحلام الإباهية بن شيخ الفقون والقوى المضادة لملك بن اسماعيل عينة من أعمال سينمائية جزائرية تعرضت لمقص الرقابة ومنعت من العرض خلال العامين الماضيين لعل أبرز تلك الأعمال فيلم العربي بن مهيدي لبشير درايس الذي تحفظت عليه وزارة المجهدين واعترضت على بعض مشاهده وضع دفع خمسة عشر مخرجا ومنتجا سينمائيا إلى إصدار بيان عبروا فيه عن رفضهم لما قالوا إنه رقابة وضغوط تمارس على سينمائيين الجزائريين في المقابل تؤكد السلطة المعنية أن أسباب منع بعض الأفلام من العرض تتراوح بين الترويج لنشطاء على شبكة الأنترنت صدرت بحقهم أحكام قضائية والمس برموز الدولة والسيادتها وورود أخطاء في السيناريو نافية وجود أي رقابة على الأعمال السينمائية والإبداعية في البلاد وأوضحت وزارة الثقافة الجزائرية أن تأشيرة الاستغلال والعرض إجراء معمول به في كل دول العالم كل الأفلام التي تنتج في أي بلد تخضع للجان للمشاهدة ويمكن أن يكون هناك تحفظ في بعض الأفلام ربما لمضمونها الذي يكون يتعارض مع بعض ما ينص عليه القانون إن هناك من السينمائيين الذين وقعوا ونالوا دعم قوي من الدولة يتجاوز ملايين من الدولارات لإنتاج أفلام هذه الأفلام من الأسف لم يكتب لها النجاح ضعف الإنتاج السينمائي وقلة التوزيع وتقلص الدعم المالي وغياب سياسة التكوين والاستراتيجية حقيقية لإعادة إنعاش السينما الجزائرية عوامل دفع سينمائيين جزائريين لتنديد بواقعهم واقع يرجعه في المقابل بعض النقاد إلى المنتجين والمخرجين أنفسهم ويحملونهم مسؤوليته بسبب استمرار اعتمادهم على ثقافة الريع والدعم الحكومي في إنتاجهم الوضع السينمائي في الجزائر يشهد تراجع كبير جدا بالنسبة لبلد حائز على الأوسكار وفي تاريخه السعفة الذهبية وعدة مشاركات عالمية ولكن المواقعون على الأسماء وهم يطالبون بتحسين الظروف هناك بعض المواقعين الأفلام أيضا يتحملون جزء كبير من الوضع بين الرقابة على الإنتاج السينمائي ووضع حدود لحرية التعبير والإبداع في البلاد ورفض السلطات لهذا التوصيف مراقبون أن التفكير في رؤية واستراتيجية واضحة المعالم وحدها كافلة بإعادة السينما الجزائرية إلى سابق عهدها محمد جرادة الحرة الجزائر